موسيقى السلام عليكم المشكل دي الأفلام إباحية مشكل كبير 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 يعني ضمر عائلات ضمر بزاف دي الحياة الزوجية ضمر شخصيات دي الإنسان الأفلام الإباحية كي بينوا بأن الرجل والمرابح الأشياء كي خليوا العلاقة الحاميمية واحد العلاقة اللي هي في المستوى الأول شنو المستوى الأول في العلاقة الحاميمية؟ يعني جوجي الأجساد واحد كيستعمل جسد دي الآخر باش يوصل لنشوامة هذا مشكل كبير يعني ما كنشوفوش الحياة ما كنشوفوش الروح في الإنسان الآخر اللي هو الزوج دينا أو الزوجة كنستعملوه كشيء كبضاعة كيعطي أفكار غالطة على شنو العلاقة بين الزوج وبين الزوجة يعني علاقة يعني يومية العلاقة الزوجية يعني خطر كبير خصنا نبعدو من هاد الأفلام الإباحية اللي يعود مشكل آخر الأطفال المراهقين فين كي يشوفو هاد الأفلام إباحية كي يعطيو كيتعلمو أفكار غالطة على شنو العلاقة الحاميمية على كيفشي كل جسد دي المرأة كيفشي كل جسد دي الرجل يعني ما كان بخوش نشوفو الناس كإنسان ولكن كواحد الجسد كواحد البضاعة ما كان حترموهاش وكنستعملوها غلل نفسنا يعني الأفلام الإباحية كي حيدو الإنسانية من الإنسان وكيضمرو الشخصية دي الإنسان وكيضمرو بزاف دي العائلات وبزاف دي الحياة الزوجية الأفلام الإباحية المشكلة دي لها الكبير بحل اللي قلت لكم هو كيخلي شوفوا العلاقة الحاميمية في المستوى الأول اللي هو جوجي الأجسد والعلاقة الحاميمية كيف خصت تكون؟ خصت تكون في المستوى الثاني وأحسن أكثر في المستوى الثالث شنو المستوى الثاني؟ يعني كيكون علاقة بين جوجي الأجسد هذا عادي ولكن كيكون القلب علاقة من القلب بالقلب كيكون حب كيكون تواصل يكون احترام كيكون إعجاب كيكون بزاف الحويج يعني كنشوفه في ذيك المرأة يعني في ذيك الروح كنشوفه بزاف الحويج ما كنشوفهش في غي ذيك الجسد حيث حنتو ما عارفين الجسد كيتبدل مع الوقت كيكون وليوا مسنين ما كنبقاوش نشوفه الإنسان الخارجي كنشوفه الحيوية والإنسانية الداخلية المستوى الثالث نكمل به هو كيكون علاقة مبنية العلاقة الحاميمية مبنية على الجسد على العلاقة ديال القلوب ديال القلب من القلب ومن بعد بالدهن مع الدهن يعني كنبتاكروا في هذه العلاقة الحاميمية الحمد لله بين الزوجة و الزوجة كنتواصلوا كيكون واحد الاحترام كيكون واحد الإبداع باش ما كندخلوش في واحد الروتين وكنحافظوا على العلاقة على المستوى الثاني اللي هي جل القلب جل الحب جل التواصل جل الاحترام وكنبعدوا من ديك العلاقة الجسدية اللي هي مشكلة كبيرة وهي اللي كيتعاملوا بها في الأفلام الإباحية اللي هي خطيرة لغتنا دائما نجنبوها موسيقى 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 موسيقى